السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الفقيس السوسي المغربي رشيد اقادير الزهري في كلتا اليدين رشيد الشاوي الخط المتصل في كلتا اليدين بإذن الله عز وجل الخط المتصل في كلتا اليدين خواتم روحانية يعني بإذن الله مع مع السليمانية خط سبع ملوك بإذن الله وشمع بإذن الله عز وجل شمع مكتوب ب السليمانية كما العادة كان كتبو الشمع بالسليمانية وكان كتبو الشمع في الداخل للخاتم الزمرض بإذن الله هذا الخاتم هذا إن شاء الله هذا السيد هذا في هولندا ريفي بإذن الله عز وجل ريفي من ناظر دير هذا الخاتم هذا وإن شاء الله عز وجل الزمرض الأسود شوفوا الجمالية الخاتم بإذن الله داروا لما أحبق والطاعة ديال الزوجة وديال أبناء دياله لم شمل لأن الوقت والذي كتخلع بزاب بزاب في النواحي أوروبا كاملها ولا أمريكا ولا أمريكا ولا أمريكا اللاتينية ولا كندا ولو الأبناء كيزيدوا لو كيخلوا ببوتهم يعني كيتجوا لو الزوجات هما كيكون رشان عن بعد أو كيكون الخدمة من ديال السحر بعبر الصور وكيكون تشتيت الأسرة والعياد وبيلا تشتيت ديالها يعني تشتيت الأسرة وكيتفرقوا وكي اسمتوا هاد السيد هذا بغا لم شمل الأسرة دياله دائم هو ما عندوش المشكلة ولكن يبغى لما الشمل الأسرة لما الشمل الأسرة الدائم دايله وقالك مخلوع صحابه كاملين شي كيناس في الجامعة شي كيناس في الجراضي يعني تخلع على أوليداته بغا يدير لم ديال الشمل ديالهم ويحصنهم من كل سوء ومن كل عين ومن كل سحر الإنسان إلا كيجريع على رسول يجريع على أوليداته طلات حق على الله يعونهم رافيهم هذا الرجل الذي يريد يعني تحصين أبنائه وزوجته من كل سحر ومن كل عين الناظرة والمعجبة التي تضربه في العتاب وتضربه في الوجه وتضربه في الزوجة وتضربه في الأبناء وتضربه في العثان أغلبه في الصحر أبنى من أن يكون صحر الجميع قدمه هناك أبنى بعض الجمالة الزمرو الأسود شوفوه الجمالية دياله كديرا وغاد ينصف طولي إن شاء الله بإذن الله مع دفاح الجن وجلد الغزال هذا هو وجلد الغزال طريفة دياله طريفة ديال جلد الغزال كنديروها كنديروها مع الحجاب والحجاب كيكون بهذا الطريقة هذي بإذن الله عز وجل والشمعة كتكون مكتوبة بالخط السليماني وكان شعله ليها جاوي والمخط وهذا كان ديروه الشمعة دياله والمسائل يعني والبخور السواسة هدوهما بخور السواسة وهذا مسك الأسود بإذن الله كان صفته معه قنينة ماء بإذن الله عز وجل ومرحبا بكم عند رشيد الشاوي الزوري في كلتا اليدين بإذن الله عز وجل ومرحبا بكم ومرحبا بكم